شهدت منطقة خليج سويس افتتاح مشروع محطة طاقة الرياح بقدرة 252 ميجاوات وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وخفض انبعاثات الكربون يتضمن المشروع 70 توربينا بقدرة تحاولي 3.6 ميجاوات للواحدة وتبلغ الطاقة المتوقع انتاجها سنويا من المشروع 1200 جيجاوات في الساعة ويصل إجمالية التوفير المستهدف من الوقود ما يقرب من 203 ألاف طن بيترول مكافئ سنويا كما يبلغ إجماليين بعثات ثاني أكسيد الكربون التي سيحد منها هذا المشروع نحو 469 ألف طن سنويا